اختتمت بجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة المهرة الدورة التدريبية والتأهيلية في مجال العلاج الطبيعي والتي استمرت على مدى شهر كامل بمشاركة عشر متدربين من الطاقم الطبي لمركز الشفاء للعلاج الطبيعي بالجمعية ومتطوعين آخرين تم تدريبهم على كيفية التعامل مع فئة المعاقين وكيفية معالجاتهم ورعايتهم في المركز وفي حفل الاختتام مكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر دعم السلطة المحلية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني التي تعد رافدا أساسيا لمؤسسات الدولة وتقوم بجهود كبيرة في سبيل خدمة المجتمع لافتا إلى أن السلطات لفئة المعاقين ورعايتهم وتأهيلهم أهمية بالغة وستعمل على تقديم المزيد من الدعم للمعاقين فيما عبر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية فائز سهيل بل حاف عن شكره لإدارة الجمعية على جهودهم في سبيل خدمة المعاقين مثمنا الدعم لا محدود من قبل قيادة السلطة المحلية وتدليل العقبات التي تواجه المعاقين من جانبه رحب رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين سالم محمد مرزوق بجميع الحاضرين في الحفل التكريمي والختامي للدورة شاكرا لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة دعمهم للجمعية وفئة الاحتياجات الخاصة